مقالنا الأول الباحث المصري بدر الشافعي في موقع العربي الجديد بعنوان مصر 25 يناير تساؤلات ومراجعات كتب فيه تحل الذكرى الثامنة لثورة يناير في مصر وسط ترد في الأوضاع الداخلية على مختلف الأصعدة فضلا عن تعقيدات في المشهدين الإقليمي والدولي نهيك عن استمرار دعم التحالف المناوئ لها نظام عبد الفتاح السيسي الذي يحكم أو يحكم قبضته على مناح الحياة السياسية والاقتصادية كافة وبات النظام لا يكترث كثيرا بالانتقادات والتقارير الدولية الصادرة من مؤسسات لها وزنها العالمي مثل منظمتي هيوم الرايت سوتش والعفو الدولية بل ربما شكك في مصداقيتها كما فعل السيسي في حواره أخيرا مع قناتي سي بي اس بل ويسعى على الرغم من الإخفاقات المتتالية إلى تعديل الدستور وفي المقابل تعاني معارضة الداخل من حالة القمع والاضطهاد والملاحقة بل والاعتقال كما حدث مع السفير معصوم مرزوق وبالتاليها ربما تقتصر في أحسن أحوالها على إصدار بيانات خالية من تحركات فعلية على أرض الواقع أو حتى الفضاء الإلكتروني الذي بات مراقبا هو الآخر إلى حد كبير أما معارضة الخارج فعلى الرغم من أن بعضهم استبشر خيرا بتشكيل الجبهة الوطنية المصرية في يوليو 2017 إلا أن أنشطتها تكاد تكون محدودة جدا ويبدو أن تعرضها للانتقاد من جبهات أخرى معارضة كالمجلس الثوري أوجد حالة من الإحباط نهيك عن غياب رؤية واضحة المعالم تترجم بيانها ترجمة نانسي قنقر